عز وجل قال في حينما المسلمون هزموا في وحد وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول موجود وهزم قلتوا بأن هذا قل هو من عند أنفسكم أيضا كل ترونه الآن وما نشكوه من ضعف أمتنا وتفرقها وتكالو الأداء عليها قولوا بملء ثمكم قل هو من عند أنفسكم المسلمون كفتوا حين الضعف الآن فيهم ضعف عجيب وضعفهم ليس من خارج أنفسهم من أنفسهم حقيقة ضعف المسلمين من أنفسهم عز وجل قال في حينما المسلمون هزموا في وحد وفيهم رسول الله صلى الله الرسول موجود وهزم قلتوا بأن هذا قل هو من عند أنفسكم أيضا كل ترونه الآن وما نشكوه من ضعف أمتنا وتفرقها وتكالو الأداء عليها قولوا بملء ثمكم قل هو من عند أنفسكم ولو رأيت حقيقة ما الأسف ولو رأيت يعني أحوال المسلمين فيما بينهم بينهم فرقة وبينهم شحناء هذا يسب هذا وهذا يصنف هذا وهذا متحزم معادي وهذا ضد هذا هذا لا يجوز وهذا يخوض فيما لا يعنيه وهذا مشتغل قد أخذ بثلابيب أخيه هذا لا يجوز حينما قال العز وجل وإن جندنها لهم الغالبون وحينما قال إن تنصر الله يسركم وحينما قال وكان حقا أن نصره منين هذا هذا وعد الله حق وقطع وثابت ولا يتغير لكن هل الأمة تمثل جند الله هل تتبثأ الجندية الحق الله يقول إن جندنا ولقد سبقت كلمتنا لعباد المسلمين وإن جندنا لهم الغالبون فهذا قطع وعد قطعا نحن الغالبون إذا حققنا معنى الجندية ولا ينصر الله من ينصره إن نصرنا الله نصرنا ربنا هل نصرنا الله حينما ترضى على الأمة هو من عند أنفسكم تحزب عجيب وتعصب عجيب وكل نسب وأيضا حتى بعضها أيضا ارتماع في أحضان الأعداء في بعض حوالها وبعض تصانيفها وبعض أحزابها القضية ما لا لا إياكم أن تجعلوا اللوم على غيركم ولهذا الإصلاح يبدأ من أنفسنا مني ومنك لا تتطلع إلى السلاطين وإلى الحكام وإلى السياسيين أبدا نبدأ بأنفسنا لأن الذي يحصل كله تلاوم الموجودة الآن كله تلاوم وكله تشكي وكله إيقاع اللوم على الآخرين إما تضعونه على علماء ولا تضعونه على السلاطين ولا تضعونه على الأحزاب ولا تضعونه على كذا وكذا ثم ماذا أنت أين أنت يعني حقيقة أنت عليك مسؤولية مسؤولية نفسك لحن أمتك حتى مسؤولية الأمة أيضا مضابطة ما هي من يسأل الأمة أن تتكلم كيفما كان أو تتكلم في غير مكان الكلام أو تتكلم عن ثلاثة لا تحسن لا ألبد بأنفسنا حقيقة انظر نفسك مع ربك ثم نفسك مع بيتك مع أهل بيتك ثم في الدوائر الصغيرة يبدأ بها انظر الإهمال بالضعف إن كان في التعليم إن كان في الاقتصاد إن كان في بيتك في التربية هذه المنطلقات بدل أن تتكلم حينما ترى اللي يتحدثون في أدوات التواصل الاجتماعي كلهم يلقون لهم على فلان أو على الجهة الفلانية أو الحزب الفلاني أو على الدولة الفلانية كلام هذا كلهم لا يوجد شيئا تلاو أم تشكي والأمة في انهيار